السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشتغل مع بعض النهاردة الوحدة التسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها المفهوم الأول فيها ضرب الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية خلينا ناخد أول درس ضرب الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية أولاً في عدد صحيح هنشتغل على خمس استراتيجيات الاستراتيجية الأولى اسمها خط الاعداد إزاي نضرب اتنين وخمس في تلاتة على خط الاعداد إحنا متفقين إن الضرب ده يعني تكرار يعني مطلوب مننا إن إحنا نمشي اتنين وخمس تلات مرات طيب أدي خط الاعداد هنا صفر وهنا واحد المفروض يبقى بينهم كام قالك والله حسب المقام المقام هنا خمسة فأنا هنا عندي صفر أدي كده واحد على خمسة اتنين على خمسة تلاتة على خمسة اربعة على خمسة والأخيرة خمسة على خمسة اللي هي واحد صحيح هنعمل بقى كده كتير أدي واحد اتنين تلاتة اربعة والأخيرة الخمسة ودي كده رقم اتنين أدي واحد اتنين تلاتة اربعة والأخيرة خمسة أدي كده رقم تلاتة أدي واحد اتنين تلاتة اربعة والأخيرة خمسة أدي كده رقم اربعة أجواح 2 3 4 والأخيرة 5 أجي كده رقم 5 أجواح 2 3 4 والأخيرة 5 أجي كده رقم 6 أجواح 2 3 4 والأخيرة 5 أجي كده رقم 7 طيب جميل طب أنا أمشي لحد إيه؟ أمشي زي ما تحب لو لقيت نفسك محتاج طول الخط براحتك طيب مطلوب مني أمشي 2 و5 مرة والتانية والتالتة 2 كاملين يعني من أول الصفر لحد الاتنين وهاخد خمساية واحدة تعال نكرر ده تاني 2 كاملين يعني من هنا لهنا واحد صحيح ومن هنا لهنا واحد صحيح وهاخد خمساية واحدة طيب تعال نكرر ده تالت مرة من هنا لهنا واحد صحيح ومن هنا لهنا اتنين وهاخد خمساية واحدة يبقى أنا دلوقتي واقف فين؟ أو الله يا ميس أنا واقف بعد الستة يبقى ستة وي أدي حتة التانية التالتة و3 على خمسة يبقى دي كده الاستراتيجية الأولى خط الأعداد طيب الاستراتيجية التانية المخططات أو النمازج يعني مطلوب مني إن أنا أرسم اتنين كاملين وخمس وهعمل الحركة دي تلت مرات آدي كده اتنين كاملين وخمس يعني أنا لو عندي نموذج كامل هقطعو خمس أجزاء هلون منهم جزء واحد طيب تعالى نكرر الحركة دي للمرة التانية آدي اتنين كاملين وهلون خمساية من تحت طيب تعالى نكررها للمرة التالتة آدي اتنين كاملين وهاخد خمساية هلونها معاهم تحت كده يبقى أنا عندي كام تعالى نعد الصحاح واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كاملين وواحد اتنين تلاتة من خمسة طيب جميل يبقى دي كده الاستراتيجية التانية الاستراتيجية اللي بعدها بتقولك إزاي تضرب عن طريق تحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي اللي احنا كنا بنسميه غير حقيقي الموضوع هرفعنا الكسر فالمقام هينزل زي ما هو اضرب تحت واجمع فوق خمسة في اتنين بعشرة وواحد حداشر محتاجين نضربهم في تلاتة فانا هضرب التلاتة في الحداشر بس هتدينا تلاتة وتلاتين على كام على خمسة كده تقع تتكسر فهسيبنا الخمسة في المقام زي ما هي وفكر الخمسة دي ممكن تنضرب في كام يدينا رقم قبل التلاتة وتلاتين الخمسة هتتضرب في ستة تدينا تلاتين فضلنا كام على التلاتة وتلاتين بعد التلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين يعني فضلنا تلاتة على خمسة فهمت ولدي؟ تاني اللي اتنين وربع عايزين نضربها في تلاتة عن طريق ان احنا هنحول العدد الكسري لكسر جر فعل هنزل للاربعة زي ما هي تتضرب في اتنين تدينا تمانية وواحد تسعة وبعدين اضرب في تلاتة التلاتة في تسعة بس بسبعة وعشرين على اللاربعة دي مفيش حاجة قصدها فهكتبها اربعة كده تقعت تكسر فهخلي انا اللاربعة في المقام واسأل نفسي اللاربعة دي ممكن تتضرب في كام يدينا رقم قبل السبعة وعشرين بوس يا ميس هي اللاربعة في سبعة تمانية وعشرين لا انت كده عديت انا بقول قبل يبقى اللاربعة في ستة باربعة وعشرين فضل لك كام للسبعة وعشرين بعد اللاربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين يبقى فضل لي تلاتة والتلاتة على الاربعة مفيش اختصار كتر من كده علشان دول رقمين وربعة تمام الاستراتيجية الرابعة خاصية التوزيع ودي مهمة جدا جدا هتستخدمها كتير ايه خاصية التوزيع دي بقى؟ دلوقتي انا عندي تلاتة صحاب اتنين فيهم سكنين في نفس العمارة وواحد ساكن في عمارة بعيدة مين؟ اللي يعجي على مين؟ اللي ساكن لوحده هو اللي يعجي على اللي سكنين مع بعض وهو ده بالزبط اللي هيحصل التلاتة هتتاخد تتضرب مرة في الاتنين ونرجع تاني للتلاتة تتاخد تتضرب مرة في الخمس فانا هكتب تلاتة في اتنين جوه قصين وي يعني زائد هنرجع تاني للتلاتة تتضرب في الخمس طيب تلاتة في اتنين بستة وي يعني زائد تلاتة في واحد بتلاتة على الخمسة هتنزل زي ما هي كده تقرأ ستة وي تلاتة على خمسة فتتكتب ستة وثلاتة على خمسة طيب ايه هي بقى الاستراتيجية الخمسة؟ الجمع المتكرر فاكر لما كنت بقولك خمسة في تلاتة كنا زمان بناخدها خمسة زائد خمسة زائد خمسة وبعد كده لما درسنا الضرب قلنا خمسة في تلاتة يعني الضرب ده تكرار الجمع فانا بدل ماقول اتنين وخمسة في تلاتة هكرر اللي اتنين وخمسة دي تلات مرات بالجمع فتبقى اتنين وخمس زائد اتنين وخمس زائد اتنين وخمس تعالا نجمع الصحاح اتنين واثنين اربعة واثنين ستة طيب واللي خماس المقام هينزل زي ما هو المقام لا بيتجمع ولا بيتطرح وهجمع اللي فوق واحد وواحد اتنين وواحد تلاتة تبقى الاجابة بتاعتي ستة وثلاتة على خمسة كل اللي فاتوا دول اسمهم استراتيجيات الضرب لكن لما يجي يقولك اوجد ناتج مايالي ويديك مسألة ضرب زي كده فانت اسهلك واريحلك انك ترفع الكسر يعني ايه؟ هنزل الخمسة زي ما هي اضرب تحت واجمع فوق اضرب في الخلاط وزود سكر خمسة في اتنين بعشرة وواحد حداشر مطلوب مننا ان احنا نضربها في تلاتة حداشر في تلاتة بتلاتة وتلاتين على الخمسة بس كده يقع يتكسر يبقى انا محتاجة فكر الخمسة دي هتتضرب في كام يجينا حاجة قبل التلاتة وتلاتين على طول بس تكون موجودة في جدول ضرب الخمسة مين؟ التلاتين يبقى احنا محتاجين نضرب الخمسة في ستة بتلاتين فضلك كام؟ واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين يعني انت فضلك تلاتة فهتتكتب فوق وبعدين بص للكسر في اختصار اكتر من كده ده اخر كلام عندك؟ ايوة لان التلاتة والخمسة مش موجودين مع بعض في نفس الجدول فهمت حبيبي؟ طيب يجي السؤال بعد كده يقولك اوجد قيمة الرمز المجهول في كل جدول مع وضع الناتج في ابسط صورة عندنا حاجة اسمها المدخل وده زي واحد دخل جوه جهاز القاعدة هي الحاجات اللي حصلت له جوه الجهاز ده المخرج يعني نفس الراجل ده حصل له شوية حاجات في القوضة طالع ايه؟ اكيد هيطلع مختلف طيب يلا نبتدي بيقولك في اول سطر المدخل اتنين دخل جوه الجهاز فانضرب في القاعدة اللي هي ثلاثة على خمسة والمفروض طلع لي ايه؟ احنا بقى عايزين نعرف الايه جي اللي هي كام فهاجة اقول له والله الايه جي عبارة عن ان اللي اتنين اتضربت في ثلاثة على خمسة اتنين في ثلاثة بستة ستة على خمسة طقعة تتكسر فالخمسة هتتكتب زي ما هي خمسة في واحد بخمسة ويبقى كده فضل لي واحد فهتبقى الاجابة واحد وواحد على خمسة تاني السطر اللي بعده الاربع هي المدخل اتضربت في ثلاثة على خمسة عشان تطلع لنا البي يبقى البي دي عبارة عن ايه؟ ان الاربع اتضربت في ثلاثة على خمسة فالاربع في ثلاثة بس باثناشر على خمسة طقعة تتكسر يبقى الخمسة هتتضرب في ايه؟ تدينا حاجة قبل الاثناشر الخمسة تتضرب في اتنين تدينا عشرة بعد العشرة حداشر اتناشر يبقى كده انا هكتب هنا اتنين وما فيش اختصار اكتر من كده تعالى تاني هنا عنج الاربع اتضربت في واحد وثلاثة على سبعة عشان تدينا السي يبقى السي تساوي اربعة في واحد وثلاثة على سبعة فاحنا هنا طالما مش طالبين منك اي استراتيجية ارفع الكسر وريح دماغك الواحد وثلاثة على سبعة لما تيجي ترفع الكسر هتنزل السبعة في المقام زي ما هي سبعة في واحد بسبعة وثلاثة عشرة يبقى احنا هنا هنضرب عشرة على السبعة فاربعة الاربع في عشرة بس باربعين والسبعة هتنزل زي ما هي كده تقع تتكسر يبقى السبعة دي محتاجة تضرب في حاجة تدينا رقم قبل الاربعين مين هو اللي قبل الاربعين في جدول ضرب السبعة السبعة في خمسة بكام خمسة وثلاثين فضلنا كام عشان نوصل للاربعين فضلنا خمسة يبقى انا هكتب الخمسة فوق وكده يبقى الاجابة بتاعتنا خمسة وخمسة على سبعة وما فيش اختصارة كتر من كده طيب تعال للسطر اللي بعدها الستة محتاجة تضرب في واحد وثلاثة على سبعة عشان تدينا دي طيب هنعمل ايه؟ الدي تساوي ستة في واحد وثلاثة على سبعة ارفع الكسر هتبقى كده الستة محتاجة تضرب في عشرة على سبعة كده ستة في عشرة بستين والسبعة هتنزل زي ما هي كده تقع تتكسر يعني احنا محتاجين ندور السبعة تضرب في كام تدينا ارقام قبل الستين يعني مثلا حاجة وخمسين تفتكر السبعة تضرب في كام تدينا حاجة وخمسين والله يا ميس هي اقرب حاجة السبعة في تمانية بستة وخمسين فضلنا على الستين اربع خطوات فانا هكتب اللي اربع فوق فهتبقى كده الاجابة الاخيرة تمانية واربع على سبعة وما فيش اختصار اكتر من كده فهنسيبها زي ما هي فهمتو حبيبي؟ طيب فييجي يقولك اوجد ناتج ضرب ما يلي ومش طالب منك اي حاجة فانت هتريح دماغك وترفع الكسر هنزل المقام التلاتة زي ما هي تلاتة في اتنين بستة ستة واتنين تمانية فبقت كده تمانية على التلاتة عايزة تتضرب في تلاتة هنا ممكن تاخد التمانية تتضرب في تلاتة تجيني اربعة وعشرين على التلاتة فيها التمانية او تختصر تشيل دمع ده فهتتبقى تمانية برضو لكن لو قالك استخدم خاصية التوزيع فانت هنا ما عندكش اختيارات الصاحب اللي لوحده هيروح يزور اللي اتنين مرة ويرجع تاني يزور اللي اتنين على التلاتة مرة فكده التلاتة هتتضرب في اتنين في قصين زائد التلاتة هتتضرب في اتنين على تلاتة في قصين تلاتة في اتنين بستة زائد تلاتة في اتنين بستة على التلاتة ستة على التلاتة فيها الاتنين فبقت كده الاجابة ستة زائد اتنين بتمانية طيب تعالى تاني هنا هنضرب عادي هناخد السبعة نضربها في الواحد سبعة في واحد بسبعة واللا اربعة هتنزل زي ما هي كده هيقع ويتكسره فبنفكر اللي اربعة تتضرب في كام قبل السبعة اللي اربعة في واحد باربعة خمسة ستة سبعة يعني محتاجة تلاتة عشان توصل للسبعة وما فيش اختصار اكتر من كده عشان دول رقمين وربعة طيب تعالى الجي لو ما قالكش حاجة ارفع الكسر فنزل الخمسة زي ما هي خمسة في واحد بخمسة واتنين سبعة محتاجين نضربها في خمسة لو انت لماح هتعرف ان احنا ممكن نطير الخمسة دي مع الخمسة دي ويتبقى سبعة بس طب لو قالكشتغل خاصية التوزيع فالخمسة هتتاخد تتضرب في الواحد مرة في قصين زائد الخمسة هتتاخد تتضرب في اتنين على خمسة في قصين خمسة في واحد بخمسة زائد خمسة في اتنين دي عشرة عشرة على خمسة فيها اللي اتنين فتبقى كده الايجابة خمسة صحيح مع اتنين صحيح يدون سبعة طيب لو قالك اوجد ناتج ما يلي باستخدام الاستراتيجية المعطاه هو هنا زنأك عايزك تشتغل بالاستراتيجية اللي هيقول عليها فلو قالك عايزين نضرب الخمسة في اتنين على تلاتة وعايزين نستخدم خط الاعداد يبقى انت لازم تمشي اتنين على تلاتة بس خمس مرات وده معنى ان لو ده خط الاعداد ده كده صفر وانا هقسم المسافة بين كل عدد صحيح واللي بعده تلت بلطات حسب المقام فانا هنا عندي كده واحد اتنين والأخيرة التلتة يبقى دي كده رقم واحد واحد اتنين والأخيرة التلتة يبقى دي كده رقم اتنين واحد اتنين والأخيرة التلتة يبقى دي كده رقم تلاتة واحد اتنين والأخيرة التلتة يبقى دي كده رقم اربعة واحد اتنين والأخيرة التلتة يبقى دي كده رقم خمسة طيب جميل عايزين نمشي ايه؟ اتنين بلاطة اتنين من ثلاثة بس خمس مرات من هنا الهينة ادي كده مرة ومن هنا الهينة ادي المرة التانية ومن هنا الهينة المرة التالتة ومن هنا الهينة المرة الرابعة ومن هنا الهينة المرة الخمسة طيب انا كده خلصت خمس مرات انا بقى دلوقتي بعد ما خلصت ماشي واقف فين او والله انا عديت التلاتة تبقى تلاتة وي وي ايه خدت بلطة واحدة من تلات بلطات يبقى تلاتة وواحد على التلاتة ماشي حبيبي تعال تاني عايز يشتغل المخططات طيب كويس واحد واثنين على تلاتة هتتكرر تلات مرات ادي واحد صحيح وهعمل نموذج يتقطع تلاتة اجزاء هاخد منه اتنين بس من تلاتة طيب وبعدين ادي كده المرة الاولى المرة التانية نموذج كامل والمفروض ان انا اعمل نموذج اقطعه تلات حتة الون منه حتتين بس لسه فيه باقي عارف لما يبقى فيه اكل في البيت اصلا مش هينفع بقى نطبخ اكل جديد كده الاكل القديم ده مش هيتاكل هايبوز فانا لازم اكمل اللي انا بنيته اصلا اقفل الحاجات النقصة مش احنا عايزين نلون اتنين من تلاتة فانا هلون من هنا جزء عشان ابقى خلصت القديم ومن هنا جزء تاني طيب دي دي كده المرة التانية احنا بقى عايزين نكمل المرة التالتة واحد كامل اهو واتنين من تلاتة لو انت شاطر بقى هتقولي نعمل ايه ها نعمل نموذج جديد ونقطعه تلات حتة وناخد منه اتنين لا احنا هنحتاج نكمل الحاجة اللي نقصه مين اللي نقص ده فانا هاخد منه اتنين عالتلاتة وانا باخد اتنين عالتلاتة بالصدفة اقفلت النموذج وبقول ايه بالصدفة يعني ممكن تمشي في حاجات وممكن لا عادي يفضل منه نقص كده يبقى انا كل اللي انا لونته كام نموذج ادي واحد كامل اتنين كاملين والتالت كامل والرابع كامل والخامس كامل يبقى كده نملون خمسة كاملين فيجي يقولك بعد كده اكمل ما يلي خلي بالك بقى من الاربع حاجات اللي جايين دول عايزاهم سبتين في دماغك ربع ساعة يعني خمستاشر دقيقة تلت الساعة ونص الساعة شبه بعد قوي التالت اللي فيها تلاتة تاخد العشرين دقيقة والنص اللي فيها اتنين تاخد التلاتين دقيقة ومعكس بعض وتلت اربع الساعة يعني زمن الشوط الواحد من مباراة كرة القدم الشوط الواحد كام دقيقة اظن دي حاجة انت عرفها خمسة واربعين دقيقة يبقى تلت اربع الساعة خمسة واربعين دقيقة دي ايه معانا سبتة طيب جميل فيجي يقولك ايه واحد ونص كيلو جرام في كم جرام واحدة واحدة الرقم دي ينزل زي ما هو الكلمة دي الكبيرة ولا الصغيرة الكبيرة تتضرب ولا تتأسم تتضرب الشباب اللي بيذكروا معانا التحويلات من البداية الكيلو جرام كاف جيم ميم في كم جرام في ألف جرام فانا هنا محتاج اخد الألف اضربها في واحد مرة هتجينا ألف زائد ألف في نص يعني نص الألف نص الألف كام خمسمية يبقى كده على بعض ألف زائد خمسمية تجينا ألف وخمسمية جرام طيب جميل اتنين على خمسة متر فيهم كم سنتيه يه تعالا نفتكر بقى كده عمرت الأطوال أربع أخوات ساكنين فوق بعض متر ديسي متر سنتي متر ملي متر بين كل دروت تاني عشرة لكن المتر عشان يروح للسنتي هيجمع صفرين مية والديسي عشان يروح للملي هيجمع صفرين مية والمتر عشان يروح للملي هيجمع ثلاث أصفار ألف طيب الرقم دي ينزل زي ما هو الكلمة دي الكبيرة ولا الصغيرة اللي هي المتر أنا ببص للكلمة اللي جنب الكسر أنا مليش دعوة بحاجة المتر أكبر ولا أصغر من الصنتي لا يميس المتر أكبر والكبير بيتضرب يبقى أنا هضرب في كام؟ أو الله المتر عشان يروح للصنتي هينزل مية يبقى أنا هضرب في مية وهاخد المية دي أضربها في اتنين مية في اتنين بمتين على الخمسة هتنزل زي ما هي متين على خمسة يا سيدي بلاش عشرين بس على خمسة فيها الأربعة والصفر هينزل كده بقى عنج أربعين طيب تلاتة على خمسة لتر فيهم كام مليلتر الرقم ده ينزل زي ما هو؟ الكلمة دي الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة تتضرب ولا تتأسم؟ تتضرب اللتر بتاع الشرب فيه كام مليلتر؟ فيه ألف يبقى أنا هاخد الألف أضربها في تلاتة تدينها تلات تلاف على خمسة يا سيدي بلاش تلاتين بس على خمسة فيها الستة والصفرين هينزلوا تعالى تاني تلاتة اربع عام فيهم كم شهر؟ الرقم ده ينزل زي ما هو؟ الكلمة دي الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة عام هتتضرب هتتضرب في كام؟ أو الله دي السنة فيها 12 شهر يبقى أنا هضرب في 12 وساعتها اللي 12 هتروح تتضرب في الثلاثة مرة وبعدين اللي 12 ترجع تنضرب في الربع مرة 12 في 3 2 في 3 ب6 1 في 3 بتلاتة طب 12 في ربع كده أنا هقول 12 في 1 بتناشر على 4 فيها التلاتة كده مع بعض 36 وتلاتة 39 شهر طيب جميل تعالى اللي جاية 1 وتلت دقيقة فيهم كم سنية؟ الرقم ده ينزل زي ما هو؟ الكلمة دي الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة تتضرب ولا تتأسم؟ تتضرب تتضرب في كام؟ في 60 عشان الدقيقة فيها 60 سنية وبعد كده هنضرب الستين مرة في واحد 60 في واحد بستين ونرجع تاني للستين نضربها في التلت الستين في واحد بس بستين عالتلاتة او والله جي الست بس عالتلاتة فيها الاتنين والصفرة هينزل كده عايزين نجمع ستين زائد عشرين فيها الكام التمانين طيب كويس؟ يجي يقول لك اتنين في اربعة على ستة تساوي اتنين على واحد في كام؟ ده كل الحكاية ان هو جاب اللي اتنين وحطلها بانطلون واحد يعني هو ما عملش حاجة فانا هنا هنزل الاربعة على ستة زي ما هي طيب يجي لك السؤال يقول لك اربعة على تسعة مضربة في تلاتة يعني ايه مسألة الجمع بتاعتها؟ الله مش ده الجمع المتكرر اللي قلنا عليه من شوية؟ يعني معنى كده ان الاربعة على تسعة جيه هتتجمع تلات مرات عشان كده هي مضروبة في تلاتة فانا هقول له الاربعة على تسعة زائد اربعة على تسعة زائد اربعة على تسعة طيب يجي يقول لك شايف دي كده؟ لما تبقى كده هتبقى اسمها خاصية ايه؟ والله هي كده الاربعة هتتضرب في اتنين ويه سبعة يعني انا هجي هنا اكتب اتنين وهنا زائد سبعة طيب دي اسمها خاصية ايه؟ خلي بالك عشان فيه ناس بتطلغبط بين الشكل ده والشكل ده والشكل ده لو كلها جمع نفس العملية اسمها خاصية الدمج علشان خطر الاقواس لو المسألة كلها ضرب وفيه اقواس يبقى اسمها خاصية الدمج برضو طالما كلها نفس نوع العملية لكن واحدة ضرب وواحدة جمع بقت اسمها خاصية التوزيع فهمت حبيبي؟ طيب تعال نحل الجاية ستة في واحد بستة زائد ستة في نص يعني نص الستة نص الستة كام؟ تلاتة يبقى كده ستة زائد تلاتة تديني تسعة طيب يجي يقولك اذا كانت قعدة النمط هي الضرب في اربعة على سبعة والمدخل تلاتة فإن المخرج المدخل اللي دخل تلاتة انضربت في اربعة على سبعة كده التلاتة لما تتضرب في اربعة تديني اتناشر اتناشر على كام؟ اتناشر على سبعة يعني السبع هتتضرب في كام؟ هتتضرب في واحد سبعة في واحد بسبعة وفضلي خمسة عشان اوصل للتناشر طيب جميل فيجي يقولك خمس من الستة من يعني فيه؟ خمس فيه ستة يعني الواحد في ستة بس بستة على الخمسة هتنزل زي ما هي كده طوعة تتكسر فهسيب انا الخمسة تحت واقول هضرب الخمسة في واحد بخمسة وواحد ستة طيب جميل تلاتة اربع من عشرة من يعني فيه؟ فهاخد التلاتة اضربها في عشرة بس هتدينا تلاتين على الاربع كده طوعة تتكسر فهسيب الاربع في المقام زي ما هي اربع في كم تدينا رقم قبل التلاتين اربع في سبعة بتمانية وعشرين ويبقى كده فضل اتنين على التلاتين بس الاتنين على الاربع فيها اختصار اكتر من كده ممكن نقسم فوق على الاتنين وتحت على الاتنين وساعتها السبعة ملهاش دعوة العدد الصحيح ملهوش دعوة باختصارات الكسر بقت كده اتنين على الاتنين فيها الواحد اربع على الاتنين فيها الاتنين ومفيش اختصار اكتر من كده علشان البسط واحد فلما يجي يقولي خمس وخمس 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 كده الخمس اتكرر كم مرة اتضرب في كام اتكرر اربع مرات طيب يحرص فلاح تلاتة ونص فدان في الساعة فان عدد الافدنة التي يحرصها الفلاح مش في ساعة بقى في ساعتين يعني انا بزوج بكتر بكتر يعني بضرب يعني هاخد التلاتة ونص تتضرب في اتنين ارفع الكسر هنسيب الاتنين في المقام زي ما هو اضرب تحت واجمع فوق اتنين في تلاتة بستة وواحد سبعة لما تتضرب في اتنين فبقت كده السبعة بس في اتنين باربعتاشر اربعتاشر عل اتنين فيها السبعة فهمت اولادي؟ طيب ايجي يقولك فصل به خمسين تلميز فاذا كان عدد الاولاد تلاتة على خمسة من الفصل كله فما عدد الاولاد؟ اول حاجة تتأكد منها في المسائل دي ان الكسر اللي موجود يخص الاولاد والسؤال عن عدد الاولاد يعني نفس الكلمة دي لو هي هي الكلمة دي يبقى انا هضرب الكسر ده في العدد الصحيح فانا هضرب التلاتة على خمسة في الخمسين تلاتة في خمسين الصفر هينزل تلاتة في خمسة بخمستاشر والخمسة هتنزل في المقام زي ما هي بقت كده مية وخمسين على الخمسة خمستاشر بس على الخمسة فيها التلاتة والصفر هينزل يبقى كده عدد الاولاد تلاتين ولد لكن لو نفس المسألة دي زي ما هي بس لما سألك في الآخر سألك فما عدد البنات فالكلمتين دول مش شبه بعض فانا هقولك طريقتين تحلها بيهم هو عايز البنات فانا جبت الولاد عاجي جدا وابقى عارف ان دول يخصوا الولاد بس لما سألني عن عدد البنات هزود له خطوة كمان وقوله الخمسين طالب اللي في الفصل كلهم هنشيل منهم التلاتين ولد هيدونا في الآخر عشرين بنت او الاسهلك بقى ان لو الكلمة دي مش شبه الكلمة دي فانا هقوله لا قاسف انا مش عايز الكسر ده انا عايز التكملة بتاعته واحد جايب تلاتة على خمسة يبقى فاضله كام دركتين يا ميس اتنين ماهو اتنين لوحدها مش كفاية ده فاضله اتنين على خمسة وساعتها لما تبقى تجيب تكملة الكسر تبقى تضربه في العدد الصحيح يعني هنا هنضرب في خمسين اتنين في خمسين بمية طب مية على الخمسة فيها الكام العشرة بس على الخمسة فيها الاتنين والصفر هينزل يبقى احنا كده طلعنا عشرين بنت نقول تاني لو نفس الكلمة هنضرب لكن لو كلمة عكسها فانا هجيب تكملة الكسر وارجع اضربه في العدد الصحيح فهمت حبيبي؟ طيب خلي بالك الدرس ده مهم جدا بيجي في امتحانات كتير ماشي حبيبي؟ وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص هشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته